أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بعضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن كصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف والله لو ماء البحار بجميعها كان المداد للون أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرف وبحضرة الرب الجليل تشرف يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف فاللهم صلي يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا وبعد كل سنة حضركم طيبين يعني في هذه الأيام المباركة وبهذا العيد المبارك الكريم عاده الله تبارك وتعالى علينا وعلى هذه الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جميعا بالخير واليمن والبركات والنفاحات والكرامات والعطاءات من قبل رب الأرض والسماوات اللهم أمين يا رب العالمين وأحله الله علينا وأحله الله علينا بالخير بل وبالسلم والسلام والأمن والأمان اللهم أمين يا رب العالمين دائما وأبدا نذكر في هذا اليوم المبارك الكريم وفي هذا يعني الفضل العظيم وفي هذه الدقائق المباركة وفي هذه الثواني المعدودة التي تأتينا كل عام لتذكرنا وتحيي القلوب وتكون جرسة بيه للغافل والتي لهته الدنيا والذي صار في أحضاني الحياة وفي زحمة الشغل وفي زحمة هذه الدنيا وفي ضوضاء ما يسير من حوله أن هذه الأيام الله شرع فيها هذا العيد والله جعل هذا العيد وذي الحكمة المشروعية العيد خلي بالكم النهاردة نتكلم عن العيد وأدابه لكن المقدمة بتاعتي عاوز أقول فيها حاجة جميلة أن كل حكم في الإسلام أو ما من حكم وما من أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به إلا وله حكمة سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها سيأتي زمن يعلمها غيرنا لتظل طلاقة القدرة الإلهية باقية ودائمة بدوام ملك الله تبارك وتعالى الله شرع هذا العيد عيد الفطر وعيد الأضحى لكي يساعد كل واحد مننا أخاه ولكي يجبر كل واحد مننا بخاطر أخيه ولكي يساعد كل واحد مننا أخيه ولكي يدخل كل واحد مننا الفرحة والبهجة والسرور على قلوب الناس أجمعين يعني الله سبحانه وتعالى شرع العيد من أجل جبران الخواطر يوم جائزة سمي بيوم النحر سمي بيوم النحر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع فيه وبين فيه فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله تبارك وتعالى قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وسمي بيوم النحر لأن الحجيج يقومون بنحر إبلهم يقدمونها لله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بآداف هذا العيد أول حاجة أن يخرج الإنسان إن لم يقدر له الحق سبحانه وتعالى أن يكون على جبل عرفات وكان مقيما في مصر أو في الأمصار أي في البلاد يجب عليه أن يخرج ليصلي العيد بثياب بيضاء جلية واضحة طاهرة مش شرط يكون جديدة إن كانت جديدة فهبها ونعمة مش قادر ياخذ سيلة وكويها وخليها جميلة كده واذهب صلي في فرحة يتجمع الناس في الساحات أو في المساجد فيصلون صلاة العيد ويؤدون هذه الصلاة بجو روحي إيماني عزب وبجو إيماني عالي وبروح تشتاك تشارك الحجيج في الوقوف على عرفات الله تبارك وتعالى والناس يجتمعون الغني بجوار الفقير الكبير بجوار الصغير صاحب الجاه بجنبي غير صاحب الجاه والناس سواسية الناس سواسية والكل فقير إلى رحمة الله يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد ولذلك يجب على كل إنسان أن يستشعر من هذا المقام الذي نقوم بشرحه الآن يتخيل نفسه الآن وهو يصلي في الساحة أو في المسجد فصل صلاة العيد وخطب الإمام ثم بعد ذلك أخذ كل واحد مننا يسلم على من بجواره أو على من يكم أن يعرفه أو على جاره هذه الروح نحتاج إليها في كل زمان ومكان هذه البسمة نحتاجها على مدار الأعوام لا نذهب من المفترض نحن من روح الساحة نصلي ولا الجامعة نصلي رايحين بظهارة قلب وبتسكية نفس مش كل واحد فينا جار رايح معي وأنا أضمر له الغلة والحكدة والقراهية أو إننا مش حبه بس ماشي معا كده رياء أو بجريه في الكلام وللأسف تلاقي الناس يعني بيقابلوا بعض يتعانكوا يتقابلوا حب وبوس وأحضان إيه عم في طب ماشي بس يريد تكون خالصة لله تبارك وتعالى مش خالصة خالصة لله ولذلك أيها السادة الأماجد يا أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كونوا كما قال النبي اكتدوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر حتى النساء يعني من لديهم عذر حاض أو نفساء يشهدوا العيد دون الصلاة فرحة إيمانية عارمة تعموا النفس الناس كلها بجوار بعضها كل شايف بعضه ما حد شايف حد أحسن منه وبعضه لها هدف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الغني يشوف الفقير فينفقه ويعطفه الغنيه على الفقير لو أنا مش عارف حد أما شوف وحد كده في هدومه أو في سيابه واسأل فلان ده فلان ده حالته إيه ده حالته صعبة آه يبقى أخراس عرفت إن حازم ده حالته صعبة أبدأ أسجل عندي في دفتر كده أو في دماغي إن فلان أما جا أخرج الزكاة ولا أما جا أعمل كذا ولا كذا إلى غير ذلك أو أنا هبح أو أديله من سكات كده وقوله تفضل ما ندهوش إن يجي أخد حكته وأكون متفضل عليه وأنا جالس حطت رجل على رجل أو غير لا 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 ما ينفعش ما يصحش أسلوب لا يقبله الله سبحانه وتعالى بالعكس تتغلفها الأضحية كده وتحطها في الكيس بتاعها وتروح له أنت بنفسك تقوله تفضل لو سمحت ممكن تقبل دي وقولك يا أهل الدرجة دي آه ما نريح لمين الأغنياء كلائي والفقراء عيالي إنها لتقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد هذا الفقير حينما يأكل هذا الفقير ويشكرك ويشكر الحق سبحانه وتعالى يبقى الله سبحانه وتعالى يقول هذا عبدي أعطيته المال فاستخلفه واستعمله فيما أحببت وفي سبيلي فيعطيك ثم يعطيك ثم يعطيك إلى ما لا نهاية شفت الفضل شفت الحكمة كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك ألا يحكر بعضنا بعض ولا يسخر بعضنا من بعض ولذلك القرآن الكريم في آية سورة الحجرات بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإحنا قلنا النداءات في القرآن الكريم 86 نداء أول نداء يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وآخر نداء يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما بين النداء الأول والنداء الأخير 86 نداء في القرآن الكريم تلاقي النداءات تسير للأهل الإيمان فأي حكم فيه أمر متعلق بالسلوك ومتعلق بالإيمان تلاقي الحق سبحانه وتعالى أولي أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من مقام اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجلس من عمل الشيطان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصبروا إلى غير ذلك من نداءات القرآن الكريم أما الخطاب الأمر إذا كان متعلقا بعامة الناس وفيه حكم يخص جميع الناس على مختلف طوائفهم وعقائدهم وشرائعهم يقول لك يا أيها الناس عبوضوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعبا وقبائلا لتعرفوا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعات شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة إلى غير ذلك من الآيات القرآنية يبقى الخطاب لو كان عام يشمل جميع الناس يقول لك يا أيها الناس الخطاب موجه لطائفة دون طائفة يقولك يا أيها الذين أمنوا ودايما وراء كل نداء تكليف ايه التكليف اللي معنا النهاردة يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم اللي أنت بتسخر منه ده شأنه عند ربنا سيباكم الدنيا سيباكم الفلس والغنى والفقر واللبس والمظاهر وكلام دي كل ده متاع زائل طيب يا مولانا حلو بالنسبة لإيه بقى المكياس إيه إن أكرمكم عند الله أثقاكم هو ذا المكياس أنتم رفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم كما قال الله في الحديث الكلوسي فشأنه عند ربنا يكون كبير لخاطر عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحبه هو في معية الله هو من الذين يدخلنا الجنة بغير حساب هو من أصحاب الشأن عند الله تبارك وتعالى هو من نظر الله إلى قلبه ألا يكفيك هذا بل يكفيك بل يكفيك والله يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم قد الرجال ولا نساء من نساء ودي قضية منتشر عند النساء تبقى ترحى تصلي في صلاة العيد في الخلق أو في المسجد أو في الساحة وتلاقيها إيه بقى فلانا لبسة وفلانا مش لبسة فلانا عنده وفلانا معندهاش فلانا ركبة عربية وفلانا مش ركبة عربية وفلانا لسه جاء شوف فلانا من راحة الغيط وفلانا لسه جاء من الغيط ده فلانا حتى في يوم العيد خرجين وراحين أعزاكم الله بالمواشة والبهاي مغارزة انت مالك سيب كل واحده شأنه ما ليكش دعو بحد خليك في نفسك بل الإنسان على نفسه بصير ليه ترتكب ذنب وإثن تنم تقول حاجة حسن من كده قل ربنا يا قوية لو انت شايفه ربنا يوفقه ربنا يسعده ربنا يجبر بخطره ربنا سبحانه وتعالى يتكرم عليه من فضله نسأل الله أن يعطيهم من خزائنه التي لا تنفد أبدا وتلاقي ملك لك ولك بالمثل ولك بالمثل درجل على مفترق الطرق والحديث في الصحيحين ذهب لزيارة واحد في بلد أخرى هو لا يعرفه غير أنه أحبه في الله فأوقف الله تبارك وتعالى ملكا على مشارف هذه البلدة وعلى مشارف الطرق أو الطريق قال له يا هذا إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لفلان قال له ألك عنده حاجة؟ أنت رحل في حاجة في مصلحة يعني؟ شو بقى البيزنس أنت رحل في مصلحة أو الحاجة؟ قال له لا غير أنني أحببته في الله لأ أنا أحببه في الله بس رح أزوره قال له أنا رسول رب العالمين أنا رسول الله أنا رسول من قبل الله تبارك وتعالى أبشرك وأخبرك بأن الله تبارك وتعالى أحبك لحبك فيه طيب أنت من ربنا يحبك عاش حاجة كتر من كده؟ مستنى منتظر حاجة من حد؟ يبقى أول حاجة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن طيب ماشي ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ما تضيعش نفسك ما تضيعش نفسك في الفاضي وما تتنابزس بالألقاب تختف فلان وتنم على فلان وتقعد تتغمس باللفظ كده كأنه أسلوب تقورية لما فلان مش عاجبك ولا حاجة ولا فلان مش عاجبك ما ليكش دعو بحد ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يبقى أول حاجة يا مولانا مفارقة أداب العيد الساحة والصلاة حاجة تانية مفارقة الطرق بعدما صلينا وخلصنا صلاة وسلمنا على بعض وتقابلنا بالأحضان وبالقبلات السارة والحارة نفترك الطرق كما كان يعلمنا النبي وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح من طريق يرجع من طريق تاني ليه؟ عشان يسلم على غيره عشان يكلم فلان يلقي السلام على هذا الإنسان الذي يقبله في الطريق أيا كان هذا الإنسان وأيا كانت ديانة هذا الإنسان يسلم عليه يلقي عليه السلام يحبه ويباركه وهو يباركه لأن القضية عندنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون محسنين إن الله يحب المحسنين الإحسان في القول الإحسان في العمل الإحسان في الفعل الإحسان في كل الأمور تقابل هذا في الطريق وهذا في الطريق إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة اليهودي سيدنا النبي أوصى صلى الله عليه وسلم بهؤلاء سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا ذبح شاه يعطي لجاره اليهودي ويقول هكذا تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك والحكايات كثيرة والقصص كثير يكفيني أن أشير إلى مثال أو مثالين فتسلم على هذا وتسلم على هذا وتقابل هذا بحب وحنان وهذا بحب وعنات من مانع أن نعيش سويا أيها الناس في مجتمع وتحابي فيه تآخي فيه روح طيبة فيه مودة فيه رحمة فيه تعاطف هو ده الهدف الأسمى والغاية العظمى والله يبقى مفارقة الطرق كذلك أيضا الزينة لبس الثياب يعني الجديدة إن أمكن اللي لم تكن جديدة تطهرها وتلبس يعني أحسن الثياب واللي ما عندوش تجيب له لو ربنا موسى عليك طب لو واحد فقير حتى لو واحد ظلمني يقول أنا أعمل معاه إيه عاوز تعرف فاصل وانواصل فانتظرونا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل ربي أعزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين الفقير أو المسكين أو اليتيم تشوفه وتساعده وترحله وتكون يعني ممن يجبرون بخاطره ممن يعني يكون لديهم حنان لدى هذا الفقير لدى هذا المسكين لدى هذا اليتيم تسعى عليهم شوف سيدك النبع عليه الصلاة والسلام يقول في مخرجه الإمام البخاري ومسلم الساعي على اليتام والأرامل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالقائم الليل إيه الجمال ده والإيه العظمة دي حتى لذر ظلمني يا مولانا من عصى الله فينا نتق الله فيه قل القعدة دي واكتبها كده بعد إذنك طلع وراء وألم كده واكتب وراء من عصى الله فينا نتق الله فيه إذا اتقين الله تبارك وتعالى في هذا الذي يعني كان سببا في ظلمنا أو أنه جار علينا واحتسبنا هذا الأمر لله تبارك وتعالى والله ثقة في ربي أن الله سيعوض الدنيا مش مال ولهي جاه ولهي عيال ولهي فلوس ولهي منصب ولهي مكان اجتماعية مش هي للدنيا كل ده متع زائل لما سيدنا سليمان أحكي لكم كصة في عجلة كده أركب سحابة ذات مرة شوف الكلام فمر على زارع يزرع في الأرض اخرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر قال هذا الرجل وددت لو أني لقيت ابن داود فقلت له ثلاثة كلمات أقوله تلك المبس فحملت الريح الكلام لسيدنا سليمان فأمر سليمان الريحة أن تنزله عند هذا الزارع راجل يزرع فلاح قال له ها أنا ابن داود ماذا تريد أن تقول لي قال له أنت بما فيه من نعم وإيه نعم سليمان فهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصار والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفات هذا عطأنا فمن أو أمسك بغير الحساب وإن له عندنا لزلفة وحسن مقاب إيه الجمال دا كله وإيه العظمة دي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد قال له أنت بما فيه من نعم وأنا ما فيه من تعب فإذا فرغت أنا من تعب أصبحت أنا وأنت في النعمة سواء فبكى سليمان كل اللي عندك ده والتعب اللي أنا فيه لما خلص وشوف زرعيته قدام كده قدام عيني وما يعني أسيل الماء على جسدي وكونوا يعني في هدوء وخلص العمل بتاعي كده وشوف نعمة ربنا علي أنا في نعم و أنت في نعم أنا و أنت في النعمة سواء كلنا نسير في نعم الله الثانية أنت تموت و أنا أموت الثالثة أنت تحاسب و أنا لا أحاسب إزاي أنت تحاسب أنت تحاسب أنا لا أحاسب فبكى سليمان أنت تحاسب على هذه النعم كلما كثرت النعم كلما يعني كثرت الأسئلة و كلما كان الأمر صعبا على من على من لا يتوكع الله الله و من لا ينظر إلى ما أعطاه الله إياه بأن هذا المال أنه مستخلف فيه من يقول شيء باه أوتيته على علم عندي ده المال ده بتاعنا اللي قيبه حدش كأه لا ربنا لو فأك فقال سليمان اللهم لو لا أنك أعطيتني لطلبت منك أن تنزعه مني فأوحى الله إليه يا سليمان ما أنعمت على عبد من نعمة و وفى حقها من شكر و حاسبته عليها يا يا على الفضل الإلهي و الكرم الإلهي يا ولا حاجة جميلة جدا حاجة عظيمة بمفاركة الطرق كذلك الذهاب إلى الأهل والأقار ما عاش حد بروح لحد كل ما اكتفى على واتساب دلوقتي أو رسالة على التليفون كل سنة و طيب عيد أطحى المبارك عاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات طيب باشا حبيب متشكرين طيب بعدين ما تروح لتشوفه يا رسالة بس كده ولا المكالمة بالليل تلاقي التليفونات شغلة الشبكة زحمة الشبكة تشتكي إلى الله من الزحم اللي عليه طيب و بعدين هو ده بس لحظك متخيله ما تروح يا عم الفقير شوفه رح لأهلك بالمثل بقولك أهلك لتهلك يا أخي أهلك لتهلك شوف الجيران شوف أبوك شوف أمك شوف عمك شوف خالك شوف عمتك شوف جدتك شوف سيدك شوف سيدك شوف كل الأقارب والأحباب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من الحاجات الجميلة عندنا في الريف نحن ما نصلي وأنا دائما نصلي العيد في الريف أحب أصلي ما أعرفش أصلي خارج القرية خارج بلدتنا قرية ميت الرخة مركز زيفتة بمحافظة الغربية أصلي العيد إن كنت خطيبا للعيد أو لم أخطب العيد ودائما أخطب العيد في مسجدي في مسجد الخضري رضي الله عنه أرضاه وهذا المسجد له سر وأسرار معي مع فضيلة مولانا سيدنا الشيخ أنور يقوت حفظه الله ورعاه شيخي وأستاذي وحبيبي ومعلمي وتاج رأسي والذي تعلمت منه الكثير والكثير صاحب القلب وله كرامات سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى يعني له نسأل الله له السلامة نخلص ونخرج نروح ونلف على الدوير ونتكلم ونقبل فلان ونقبل فلان وتلاقي جايلك وأنا دايما نخلص وروح أعود عند جدتي سيدة ربنا يبارك فيها ويحفظها النور أستنى حد يجي وسلم على دا وسلم على دا والناس بتيجي ونروح حاجة جميلة ونمشي في الشارع ونشوف المضافة دي والمضافة دي والمضافة دي حاجة جميلة طب يا مولانا دا في القرى عشان كلكم عارفين بعض طب في مصر نعمل ايه حاجة جميلة ما تروحش يا سيدة المضافة ولا كذا ولا شادر ولا حاجة جنبك قريبك روح له بالعربية اركب منصط وروح له هتمشي في الحر خلي بالك ما تروح تدخل عليه البهجة والفرح والسرور كده وتعيد عليه يا سلام مش شرط يا عم حتى لو أنت فكر مش شرط تدي الفلوس للعيال يقول لك يا مولانا روح ازاي والتعارف والدينة والفلوس وبتاعه ومالناس ما عاش يا عم روح اقول له كل سنة طيب حتى بالبق ومش محتاج منك لك كده انك تخبط عليه وسلم وعليكم السلام كل سنة وحدك طيب ليك وحشة والله ما تطعش وما نقضعش ربنا يبرك لك ربنا يخلي الى غير ذلك من هذه الكلمات حاجة بسيطة موقف بسيطة وبس جميل جدا خلي بالك موقف عظيم موقف اندل يدل على ان الانسان في معية ربه وفعلا مخلص لله تبارك وتعالى طيب يا مولانا صلينا العيد وغيرنا الطرق زي ما انت بتقول وزورنا الاهل والاقارب ولمسنا الثياب الجديدة وكذلك حاجة مهمة جدا في هذا اليوم وانا يعني بزبح الاطحاء وانا أكلم عن الاطحاء الوقت ان شاء الله بإذن الله في عجالة اننا شوف اليتيم انا دايما اقف عند قول الله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث اقف مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة واشار باصبعيه السبابة والوسطى شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يبين له لما قال يا الله إن من أنبيائك من كلمته فكان موسى كليمك يا الله وإن من الأنبياء من اتخذته خليلا يا الله فكان إبراهيم خليلك يا الله وإن من أنبيائك من أحيى الموت فعيسى يحيي الموت ويبرئ الأكماه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله ماذا جعلت لي يا رب فذكره ربنا بفضله وكرمه عليه فقال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فعدث شوف فضل ربنا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام روح لليتيم خبط امسح على رأسه رجل بيشتكل سيدنا النبي كما في الصحيحين يا رسول الله أجد قسوة في قلبي قال له امسح على رأس اليتيم وإيه تاني حاجات كترة جدا جدا هنقولها ونببينها في حلقة قادمة نتحدث فيها عن الأطحية ونتحدث فيها عن آداب الأطحية ونتحدث فيها عن الشروط الواجبة وما الحكمة من هذه الأطحية بإذن الله تبارك وتعالى نلقاكم في لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى لنسير فيه حول هذه الأحداث الإيمانية وهذا الروح يعني الطيبة المباركة وهذه الروح الطيبة المباركة التي أمرنا الله أن نسير فيها وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلدى السلم والسلام والأمن والأمان اللهم إنا نسألك يا ربنا ان تحمي شبابها وابناءها ونساءها وقيشها وشعبها وأمناء وان تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وبركة رسول كريم والله أكرم فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر